انا متحمس للتحدث عن قتل الكريبتونايت اولا ارحب ببروك والك وماتي وجاستن وانا اصارع دائما لكي لا احسد شعر جاستن لانك تصفف شعرك بطريقة جميلة على اي حال انا متحمس جدا للتحدث عن هذا الكتاب لانني اثق انه سيحرر الكثير والكثير من الناس وانا متحمس جدا لذلك لان الله يحبكم جدا لذا اولا قتل الكريبتونايت لماذا يسمى كتاب بقتل الكريبتونايت هل هذا الكتاب عن سوبرمان ليس عن سوبرمان لكن هناك الكثير من التشابهات المدهشة بين سوبرمان ومسيرتنا في المسيح كمسيحيين مؤمنين ما هي بعض هذه التشابهات بيننا حسنا اولا هو ليس من هذا العالم ونحن كذلك ثانيا لديه قوى خارقة من عالم اخر ونحن لدينا قوى خارقة من عالم اخر صحيح يقاوم الشر وكذلك نحن يحرر من يعذبهم الاشرار نحرر من يعذبهم العدو صحيح وماذا لدينا ايضا يستمد قوته من الشمس ونحن نستمد قوتنا من شمس البر ثم هناك شيء واحد يوقف سوبرمان ما هو الكريبتونايت صحيح؟ ما هو الكريبتونايت انها مادة مشعة ساعدني الك بابحاث كثيرة عن هذا الامر وانا احب هذه القصة ومولع بها انها مادة مشعة من الكوكب الذي اتى منه سوبرمان حين يحتك بها تعطل قدراته الخارقة وتبطلها تماما فيصبح مثله مثل اي انسان عادي واضعف من الانسان العادي ايضا وكذلك نحن ايضا هناك كريبتونايت كريبتونايت روحي يعطل قدراتنا القادمة من عالم آخر قدرات الملكوت وما يجعل الكريبتونايت يتغلب على سوبرمان هو انه لا يعرف بوجوده الا بعد ان يؤذيه ما لاحظته هو ان الكثير من المؤمنين لا يدركون وجود الكريبتونايت الروحي الى ان يؤذيهم وفجأة تتعطل قدراتهم ان هدف هذه الرسالة مزدوج الهدف الاول كيف تدرك وجود الكريبتونايت الروحي والثاني كيف تمحوه كيف تدمر الكريبتونايت ولكي نبدأ يجب ان احدد امكانياتنا اريد ان اقول شيئا ساضعه على الشاشة هنا لن تشعر ابدا باي دافع للاستفادة من اية امكانيات لا تدرك وجودها دعوني اعطيكم مثالا على هذا الامر وكيف تخيلت الفكرة منذ بضعة اشهر كان ابني الاصغر في الهند كان يقيم مؤتمرا في تلك الدولة وتعطل نظام تشغيل جهاز الايفون خاصتي وكنت اريد ان اكتب رسالة لابني اذ كان قد ارسل لي رسالة وكان يحتاج ان ارد عليه يحتاج اجابة من والده اذكر انني قضيت 15 دقيقة وانا اكتب الرسالة له ثم يختفي كل شيء كتبته واكتب الرسالة مرة اخرى ثم تختفي مجددا قضيت 20 دقيقة لارسل لاردن جملة واحدة وكنت اريد ان اقول اكثر بكثير كنت اشعر بالاحباط الشديد ابني في الهند وهو في حاجة ماسة الى مشورة من ابيه ولا يمكنني ان ارسله بالمختصر كنت محبطا جدا ثم اخذت هاتفي الى الخبراء وقالوا ان المشكلة في نظام التشغيل واصلحوه في ثوان لانني جربت كل الطرق لاصلحه ولم استطع وفجأة بدأت افكر لو هذا منذ مئة عام كنت سأصر كثيرا بكتابة جملة واحدة لابني في الهند وقتها لم اكن لاتصل به لذا حين تكون مدركا ان لديك امكانيات ولا تسلك بها تشعر بالاحباط وهذا ما اريده ان احبطكم في هذا الدرس الاول اريد ان احبطكم لانني اريد ان اريكم امكانياتكم فتشعرون بما شعرت به حين تعطل هاتفي لماذا لا يعمل هذا الشيء اذا اول شيء اريد ان اتحدث عن عظمة الله ما ساقوله معروف هذا لا يخص المؤمنين فقط بل غير المؤمنين ايضا لان روما واحد تسعة عشر وعشرون تقول هذا لان المعرفة عن الله واضحة لهم لان الله جعلها واضحة لهم يستطيع الانسان ان يفهم وان يدرك صفات الله غير المرئية كقوته السرمدية والوهيته لان ادراكها ممكن من خلال الاشياء التي خلقها اذا حتى غير المؤمنين يعرفون ان الله كلي العلم كلي العلم معناها غير محدود في معرفته وحكمته وفهمه انه كلي الوجود اي انه في كل مكان ويعرف حتى اعماق افكارنا واسرارنا يعرفها كلها غير المؤمن يعرف ذلك الا ان اقنع نفسه بانه لا يعرف غير المؤمن يدرك قوة الله بولوس يقول هذا انه كلي القدرة وليس شيء اقوى منه ارتدت مطاعم وقال لي اناس لم يكن لهم علاقة بيسوع قال لي مقدم الاطعمة لغزا عن الله كان اللغز يتحدث عن انه لا يوجد شيء اقوى من الله رجل ربما من دين اخر يخبرني ما يعرفه لان الله قد وضع الابدية فينا لقد وضع الله معرفته في كل انسان الله ليس له بداية ولا نهاية هذا هو الاله المكتوب عنه انه قاس كل قطرة ماء على هذا الكوكب براحة يده ومكتوب ايضا انه قاس السماوات بشبره اقصد اضخم الكائنات في الكون كله ما زالت تصرخ حين تدرك عظمته تصرخ في كل لحظة وتهز مبنى ما في السماء يحوي بلايين الكائنات هذا هو الاله الذي نعبده والذي ندعوه ابانا والان بما اننا ابناؤه الا نعكس صورته فكروا انظروا الى هذا في يحنى الاولى اربعة سبعة عشر احدى ايات مفضلة فنشبه المسيح فنشبه المسيح في هذا العالم لاحظ انه لا يقول فنشبه المسيح يوما ما في السماء بل يقول يحنى بكل وضوح في الاية فنشبه المسيح في هذا العالم تخيلوا يقول بوترس ووهبنا هبات عظيمة وثمينة وعدنا بها بهذه الوعود اسمعوا هذا جيدا يمكننا ان نشترك في الطبيعة الالهية تأملوا في هذا نشترك في الطبيعة الالهية كلمة الالهية معناها باليونانية ثيوس ومعناها بالعربية الذي يخص الله وحده وينبثق منه الطبيعة معناها احضار الجوهر والطبيعة الاساسية والممتلكات الطبيعة الاساسية والممتلكات دعوا الاثنين معا يكون كلام بوترس الله يمكننا من ان نشترك في الطبيعة الاساسية التي تخص الله وحده والآن ألا تتضايقون حين يقول راع أو خادم أو مؤمن نحن المؤمنون لا نختلف عن الخطاط إلا في أننا مغفور الخطايا حتى الطبيعة تعلمنا ما هو غير ذلك هل سمعت من قبل عن أسد يلد سنجابا؟ هل سمعت من قبل عن أسد يلد قطة؟ تفهمون هذا؟ الأسود لا تلد قطة أليفة صحيح؟ طريقة سلوكنا وطريقة وعظنا تجعلك تفهم أحيانا أنه حسنا نحن أولاد الله ولكننا قطة وهو الأسد إن أسد سبت يهوذ لا يلد قطة أليفة ربما يلد أطفالا ولكنهم على صورته كمثاله أتفهمون؟ هل وصلتكم الصورة؟ هل ترون هذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ يجب أن نمتلك شخصية خارقة يجب أن نكون خالين من العيوب صحيح؟ يجب أن نكون أمناء يجب أن يكون فرحنا غير محدود وحبنا غير محدود وسلامنا غير محدود صحيح؟ يجب أن نكون أكثر محبين على وجه الأرض يجب أن تكون لنا قوة خارقة أي مرض هذا الذي يمكن أن يقف أمام أبناء الله؟ من يشبهون المسيح في هذا العالم؟ أفهمتم؟ ينبغي أن نكون أصحاء يجب أن يكون عقلنا سليما وصحتنا جيدة وأن يكون لدينا موارد لنفعل ما يحتاجه تقدم الملكوت والآن هل هذه الصفات التي تكلمنا عنها واضحة في الكنيسة اليوم؟ دعونا نكون صادقين في تقييمنا هل ترون بالفعل؟ فرقا كبيرا بين المؤمنين وأهل العالم اليوم؟ خاصة في مجتمعنا الغربي؟ يجب أن أكون صريحا لا نرى أي اختلاف انظروا إلى هذه الكلمات هل نرى اختلافا كبيرا بين شعب الله وأهل العالم؟ هل نحن مميزون؟ هل أنت أو شخص آخر تتحدثون غير الإنجليزية؟ هل نحن مميزون؟ معدل طلق المؤمنين يقارب معدل أهل العالم؟ وماذا عن الحسد والغيرة؟ هناك مؤمنون يقاضون بعضهم بعضا وصحتنا هناك مؤمنون كثيرون يتألمون هل تبدو هذه الرؤية التي رسمتها سامية بزيادة؟ هل لا تأملتم في العهد القديم؟ لنتحدث عنه انظروا إلى يوسف انظروا المسحة كان هذا الرجل يعرف أنه يمكن أن يدخل في مشكلة ولكنه قاوم زوجة سيده التي كانت تغويه كانت تملك روح أغراء في مقلتيها لكن يقول الكتاب إنه كان يوميا يرفض لدرجة أنه ألقي في الزنزانة لأنه يحمي مسحته هذا في العهد القديم صحيح؟ انظروا لدانيال يجب أن أقرأ هذا كتاب دانيال أصح 6-3-4 ولأنه كان في دانيال روح يتفوق به على الوزراء والولاة الآخرين هذا في بابل فقد كان الملك يفكر بأن يجعله مسؤولا عن كل المملكة أقوى دولة في ذلك الوقت وبلاء الوزراء والولاة يبحثون عن علة في دانيال في الأمور المتعلقة بالحكومة لكنهم لم يجدوا سببا لإدانته ولا فسادا هذا في العهد القديم هل تسمعونني؟ لم يجدوا سببا لإدانته ولا فسادا فيه هذا دانيال حدثني عن الابتكار والإبداع الحكمة لقد لمع فوق الكل ولم يكن قد تربع على أيدي معلمي بابل كانوا أفضل المعلمين والعلماء في العالم لكنه كان من إسرائيل الصغيرة وكان أحكم منهم كان أحكم منهم عشر مرات إذا نظرتم إلى الماديات في العهد القديم في وقت ما كانت الفضة بكثرة الحجارة فكروا في ذلك بكثرة الحجارة ملوك الأول عشر واحد وعشرين وسبعة وعشرين في وقت ما في إسرائيل لم يكن هناك فقير واحد في الدولة كلها اسمعوا هذا الكلام وقد عاش كل الشعب في يهوذة وإسرائيل في سلام وأمن من دان إلى بئر السبع أي من أقصى شمال إسرائيل إلى أقصى الجنوب كان لكل عائلة منزل وحديقة إذا لم يحتاجوا دعما من الحكومة لم يكن هناك خدمة اجتماعية ولا بطالة أتفهمون؟ كان هذا في عهد أدنى يجب أن نتذكر عبرانين 8-6 لكن يسوع قد أعطي خدمة أعظم جدا مؤسس على وعود أفضل حسناً لننتقل إلى العهد الجديد لنتحدث قليلاً عن هذا الأمر في العهد الجديد أتعلمون ماذا كانوا يقولون عن المؤمنين؟ هؤلاء هم الذين أثاروا الفتن في جميع أنحاء العالم غير المؤمنين قالوا هذا عن المؤمنين دخلوا مدينة وقالوا أوه هؤلاء هم الذين أثاروا الفتن في جميع أنحاء العالم وقد وصلوا إلى هنا لم يحتاجوا أبداً أعمال أربعة ثلاثة وثلاثين وأربعة وثلاثين وكانت بركة عظيمة من الله عليهم ولم يكن أحد منهم محتاجاً فكروا في هذا حسناً كان المؤمنون أي مؤمن العهد الجديد كانوا بحاجة إلى أن يقنعوا الناس أو المدن أنهم ليسوا آلها قال بوترس لضابط رومني أي تابع لأقوى جيش في العالم إنهض ما أنا إلا بشر وأيضاً إذا نظرتم إلى سكان ليسترا كانوا يظنون أن بولوس إلها واضطر بولوس أن يشق ثيابه ويقول ما هذا لسنا آلها أما سكان مالطا فقد استنتجوا أن بولوس إله إذن سكان هذا العالم أتحدث عن المؤمنين الجددي من كتاب الأعمال كان سكان هذا العالم يرونهم أبطالاً وكأنهم سوبرمان جيلهم هذا قبل ظهور سوبرمان ظهر سوبرمان عام 1930 تقريباً اخترعه شابان في المدرسة الثانوية الأمر معروف إنها حكاية شعبية أمريكية عن سوبرمان لكن لم يكن هناك سوبرمان في زمن الكنيسة الأولى لكنهم كانوا هم سوبرمان زمنهم هل نحن سوبرمان؟ انظروا إلى الكنيسة الأولى انظروا إلى النتائج انظروا إلى يوم الخمسين لم يكن هناك إعلانات ولا مواقع تواصل ولا راديو ولا تلفاز وثلاثة ألاف نفس قبل الخلاص هل تتخيلوا خدمة كنسية لا يستخدمون فيها أي مواقع تواصل ولا إعلانات مطبوعة ولا تلفاز ولا راديو تعقد اجتماعا فيخلص ثلاثة ألاف وتلفت انتباه المدينة ثم بعد ساعات قليلة تجد شخصا مولودا أعرج كان بوترس قد أقامه للتو وبدأ يقفز أتفهمون؟ ترى كيف فكر الناس أوه يا إلهي نعرف أن هذا الرجل يشحذ منذ سنوات نعرف أنه ولد أعرج لكنه يجري ويقفز ثم خمسة ألاف شخص يخلصون ولم يعظ بوترس ويحنى على منبر لأنه كان سيقبض عليهم فكروا في هذا خمسة ألاف يخلصون كان يوم خدمة ناجحا ثم انظروا إلى سنوات الكنيسة الأولى يقول الكتاب تزلزل المكان كثيرون منكم يعرفون أنتم تعرفون أن الكتاب لا يبالغ صحيح تعرفون كيف نبالغ نحن في الكلام تزلزل المكان انظروا لبوترس كان سائرا في شوارع أوروشليم في شوارع أوروشليم وكان الناس يضعون أمامه العرج والعمية والمقعدين وكانوا يشفون هذا مثل مؤمن يسير اليوم في مستشفى فيفرغ المستشفى هذا ما نتحدث عنه هنا كان هناك زوج وزوجة أتيا وأحضرها تقدمة وقالوا كلام كذب عن التقدمة فسقطوا ميتين هل تتخيلون شخصا يخضر عشوره للكنيسة ويسقط ميتا لأنه كذب؟ هل ترون المفارقة هنا؟ حسناً لكن هل تعرفون ماذا يقول الكتاب؟ الكنيسة قبل مجيء يسوع مباشرة ستكون أقوى وأمجد من الكنيسة التي أصفها الآن حسناً فكروا أتوسل إليكم تفهموا هذا جيداً هذا ليس كلاماً فارغاً إنها الحقيقة قال الله مجد الكنيسة الأخيرة سيكون أعظم من الأولى كتبت فصلاً كاملاً في قتل الكريبتونايت أرسم هذه الرؤية حسناً في الكنيسة الأولى كانت مدن كاملة تخلص ذهب في لبوس إلى السامرة فخلصت المدينة انظروا لبطرس أقام فتاة من الموت ويقول الكتاب المقدس إن نيافة كلها أتت للرب المجتمع كله نحن لا نتحدث عن جماعة قليلة لكن انظروا إلى ذلك الرجل الأعرج أقام بطرس شخصاً أعرج وآمن كل من في لدى وسارون خلص كل من في المدينتين صحيح؟ إذا نظرتم إلى أعمال الرسل التسعة عشر يقول إن كل منطقة آسيا سامعت كلمة الرب في سنتين فقط بدون إنترنت ولا تلفاز ولا راديو كل شخص كان يسكن ليس في المدينة فقط بل في منطقة آسيا سامع الكلمة في سنتين حسناً لنكن صادقين هل هذا ما نراه اليوم؟ أنا أذهب إلى مدن وأتحدث في كنائس بها خمسة عشر ألف عضو أنا سعيد جداً بهؤلاء الخمسة عشر ألفاً يا أليك لكن أتعلم ماذا يدور في رأسي حينها؟ ماذا عن باقي مليونين في المدينة؟ هل يتأثرون بالكلمة؟ لماذا لا نرى مدناً كاملة تخلص؟ لذلك سأطرح هذه الأسئلة هل نختلف عن الآخرين كشعب الله المميز؟ أرجو أن أكون قد أحبطتكم الآن هل نعيش مثل يسوع؟ لأن الكتاب لا يقترح بل يأمر صحيح يأمر قائلاً من يقول إنه ثابت في الله فليعيش كما عاش يسوع حسناً هل قوى السماء الخارقة للطبيعة واضحة في كل شخص فينا؟ هل يقولون عننا الذين أثاروا الفتن في العالم؟ ونضطر أن نقول لسنا آلهة؟ أو نحن لسنا أبطالاً خارقين؟ هل أنت معي يا بروك؟ هل تفهمون؟ هل تخلص مدن كاملة؟ لنحكم بصدق لنكن صادقين الآن هل اخترعنا حججاً؟ هل غيرنا اعتقاداتنا؟ لكي نعوض الكريبتونايت الروحي؟ فكروا في هذا سوبرمان لديه قوى خارقة الشيء الوحيد الذي يمكنه أن يعطل هذه القوى ويقفه هو الكريبتونايت هل غيرنا الاعتقادات التي نؤمن بها لكي نتأقلم مع قوة الكريبتونايت الروحي ولكي نتأثر به لنكون غير مختلفين عن الناس العاديين؟ ونشعر بالاكتفاء دعونا نفكر بجدية حقاً حسناً إذن هناك كريبتونايت روحي إنه في الكتاب كله لكن بولوس يذكره لكنيسة كورينثوس وسأقول مقدمة فقط لأشوقكم للدرس القادم أتسمحون؟ يقول في كورينثوس الأولى 11-30 لذلك بينكم كثيرون ضعفاء انظروا إلى كلمة ضعفاء كلمة ضعفاء اليونانية ولا أنطقها إنها في الكتاب تعني نقص القوة والصلابة أو أن تكون عاجزاً وخائراً هذه الكلمة يمكن أن تشير إلى نواحي كثيرة في الحياة لكنها تتحدث عن حالة نقص القوة لنكون على حقيقتنا هذا معناها حين يقول بولوس لذلك بينكم كثيرون ضعفاء حسناً وهكذا كما فعل الكريبتونايت بسوبرمان يفعل الكريبتونايت الروحي بالكنيسة ويفعل بنا كأفراد أيضاً هذا ما يتحدث عنه بولوس وهذا ما أريد أن أناقشه في دروس قتل الكريبتونايت والآن أريد أن أقول الكتاب مفصل سنأخذ ثمانية دروس وسأستمتع بالتحدث عنها معكم لكن لن يمكنني أن أغطي الكتاب كله لذا سأختصر وأعرف أن بعضكم الآن يشاهدوا هذا بمفرده أو يشاهدوا مع عائلته أو تشاهدون هذا كمجموعة أو ككنيسة أريد أن أؤكد على أهمية الحصول على كتاب قتل الكريبتونايت وقرؤوه أعرف كم مشغوليات الحياة اليوم لذلك ما فعلته هو طلبت من الروح أن يعطيني الكتاب بطريقة تمكن الناس من هضمه على أيام تقرأ كل يوم فصلاً قصيراً في 12 دقيقة إن كنت قارئاً سريعاً وفي 15 دقيقة إن كنت بطيئاً إذن يمكنك أن تقرأ كل يوم فصلاً في ربع ساعة ثم نجتمع معاً ونتحدث وهذا سيفيدك أكثر ستدخل المزيد من كلمة الله في داخلك لذا أشجعكم أن تفعلوا هذا أراكم في اللقاء الثاني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة